ومن رمالله ورحبه بالأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أستاذ القانون الدولي الدكتور حنى عيسى أهلا بك دكتور عيسى يعني بداية كيف استقبلتم إطلاق التحقيق الدولي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي نحن تعودنا على مثل هذه التوصيات التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان أو اليونسكو أو الجمعية العمومية لأنه فرق شاسع ما بين القرار والتوصية التوصية يتوفر فيها عنصر المديونية أما القرار يتوفر فيه عنصر المديونية والمسؤولية في آن واحد كمجلس الأمن الدولي وبالتالي نحن نرحبنا بقرار بتوصية مجلس حقوق الإنسان اليوم أداء إلى تشكيل لجنة بالتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية بما فيها أراضي الثمانية وأربعين لكن أنتم استمعتم إسرائيل رفضت هذه اللجنة وأمريكا تأسفت عن هذه اللجنة والأكثر من ذلك مثل بريطانيا وألمانيا على سبيل المثال صوتوا ضد ناهيك عن الانتناع فرنسا إيطاليا اليابان إلى آخره وبالتالي في خلل في الموازين الدولية في الوقت الرهن في إنصاف المظلوم لهذا السبب أنا أرى بأن آلية العمل في هذا الاتجاه يجب أن تخضع لمجلس الأمن وبالتالي هذه الطوصية يجب أن تحول لمجلس الأمن ومجلس الأمن يقر هل يفتح لجنة التحقيق أم لا أنا في رأيي الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو بريطانيا ستستخدم الفيتو وفرنسا الآن تتكئ ستستخدم الفيتو إذن الذهاب إلى مجلس الأمن لن يعطينا أي شيء لهذا السبب لابد من إيجاد آلية جديدة في كيفية ملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب الذين يرتكبون جرائم ضد الشعب العربي الفلسطيني وهذه ليست أول جريمة هناك رفعنا تقرير خاص بالجرائم التي ارتكبت 2014 للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية كما تعلمون إحفالها طويلة تأخذ مدة زمنية طويلة جدا لهذا السبب يعني لا يتم محاكمة دولة إسرائيل إلا في حال تغيير موازين الكواء ألية التصويت تكون جديدة في مجلس الأمن بالإضافة إلى أن إسرائيل حتى هذه اللحظة ليس مهزومة بالمفهوم العسكري لهذا السبب هتلر لم يحاكم في رونبيرغ وطوكيو إلا بعد هزيمته في الحرب العالمية الثانية لهذا السبب علينا أن نأخذ الأمور في جديدها وفي إطارها الصحيح حتى أن لا نبني أفعالنا على شعارات لا يمكن تحقيقها لهذا السبب أنا أرى بأن المجتمع الدولي اليوم عجزة عن التصويت لصالح فلسطين بالشكل المطلوب لهذا السبب لابد من إعادة النظر بالنسبة لهذه الدول التي امتنعت أو صوتت ضد القرار بالتالي دكتور عيسى أنت لا ترى أي أهمية لمثل هذا القرار اليوم بكل تأكيد أنا بالنسبة لي يعني هي من ناحية معنوية للشعب الفلسطيني إن في دول تصوت لصالحنا حتى هذه اللحظة وهذا شيء يعني مفرح أما بالنسبة لآلية تفعيل مثل هذه الكرارات وتشكيل لجنة وقدومها للأراضي الفلسطينية إسرائيل هي التي تتحكم في الحدود تتحكم في كل شيء بهذا السبب هذه اللجنة كيف ستدخل ولا يوجد قرار من مجلس الأمن بفاعليتها لهذا السبب ستبقى حبر على ورقة نعم بالتالي إذن ما أهمية وجود قانون دولي يحكم العلاقات بين الدول في ظل هذا الجو العام وفي ظل شريعة الغاب التي تسود وأنت تقول أنه لا يوجد أي أهمية لمثل هذا القرار الذي صدر اليوم بكل تأكيد القانون الدولي يطبق القانون الدولي لا يطبق إذا يتعلق الأمر بإسرائيل نرى في كل دول العالم القانون الدولي يطبق وأنا كأستاذ في القانون الدولي أقول قانون الدولي ديمقراطي فاعل مواد قانونية حكيمة إلى آخره لكن إذا تعلق الأمر بإسرائيل لا تطبق كما قال الرئيس أبو مازل سبعمية وخمسة كرار من الجمعية العمومية ستة وثمانين من مجلس الأمن لم ينفذ أي كرار لماذا؟ لأن السيء في ذلك هي آلية التصويت في مجلس الأمن باستخدام حق النقد الفيتو ضد أي كرار يتعلق بالفلسطينيين لصالح إسرائيل وهذه هي العجز التام الذي يحدث في آلية التصويت في هيئة الأمم المتحدة من هنا نقول نحن بأن هذه التوصيات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان أو اليونسكو لا تأخذ مصارها الصحيح لأنها لا تجزم دولة الاحتلال وإسرائيل تشعر دائما نفسها دولة فوق القانون الدولي وخارج الشرعية الدولية وتتصرف على هذا الأساس في كافة الكرارات أو التوصيات التي تصدر عن تلك الجهة نعم تحدثت أن هناك من الأساس خلل في آلية إنصاف المظلوم كيف ينظر القانون الدولي لما يجري في الأراضي الفلسطينية ما مدى تأثر إسرائيل بمثل هذه التحقيقات واليوم نضف إلى كل ذلك المزاج الشعبي العالمي كيف من شأنه أن يؤثر في موقف إسرائيل وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي وتطبيقه هناك رؤيتان الرؤية الجماهير كما عشرت هي تتفق مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وهناك قرارات دول تتخذ على مستويات الحكومات لا ترى خذ على سبيل المثال أثناء الحرب على قطاع غزة 25 دولة أوروبية تقول بأن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها الولايات المتحدة الأمريكية تقول من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها إذن هنا في خلال كبير أن الشعوب تقف معك والقانون الدولي معك لكن إسرائيل لا تستمع خذ على سبيل المثال منذ نشئتها 1948 إلى يوم من هذا ماذا طبقت إسرائيل قرار ونصف الكرار نصف كرار يتعلق بإنشاءها في 14-15-1948 وقرار 273 كبولها عضو في الأمم المتحدة بتاريخ 11-5-1949 وباقي الكرارات لم تنفذها يعني إسرائيل تتعامل مع القانون الدولي بما يحقق مصالحها خلافا عن ذلك لا تطبق على الإطلاق إذن هنا مسئولية المجتمع الدولي وبالأخص حتى أكون صادق مجلس الأمن الدولي استنادا لنص المادة 24 التي تخوله في الحفاظ على الأمن والسلم الدولي هذا هو المطلوب الآن تفعيل لنص المادة 24 في مجلس الأمن لأن تكون آلية التصويت لصالح الشعوب وليس لصالح الأعداء الذين يرتكبون جرائم بحق الشعوب الأخرى وما السبيل في الضغط على قرارات مجلس الأمن وتوجيهه اليوم من هو المسؤول عن ذلك واجب من هذا ما هو المطلوب اليوم من الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولي تجاه هذه القضية موازين الكوى العالمية التي تحدد الآن الولايات المتحدة تتصدر على المجتمع الدولي كقوى عسكرية واقتصادية مقابل روسيا والصين لكن في نهاية المطال في الدول الأوروبية كلها تسير في المركب الأمريكي هذا جانب الجانب الآخر حتى أن يحدث هناك آلية لابد من إعادة النظر في آلية التصويت في الأمم المتحدة وبالأخص في مجلس الأمن لا إعطاء هذه الخمس دول حق النقد الفيتو لأن في ذلك ستستخدم مصالحها في الزمان والمكان ويسبب ذلك إعاقة لتطبيق قواعد القانوني الدولي إذا تعلق الأمر بالشعب الفلسطيني أما بالنسبة لنا قفلسطينيين الآن أهم شيء هو وحدتنا الوطنية وحدتنا الجغرافية ترتيب بيتنا الفلسطيني من الداخل وضع استراتيجية جديدة لأن تتبناها الدول العربية والإسلامية وأن يكون ضغط على الولايات المتحدة على مصالحها بالتالي نستطيع من خلال ذلك بالضغط على أمريكا أن تكون الكرارات لصالح فلسطين في المستقبل لأن الحديث عن حل الدولتين يعني لنا نتفاوض من 1991 أني حل دولتين وبننا نتفاوض شو يعني في كل شيء تفاوضنا وفي شيء ما تفاوضناش عليه فلتتفضل الولايات المتحدة تقول إقامة دولة فلسطينية لجانب دولة إسرائيل بقرار 2-4-2 لكن غير معنى المجتمع الدولي على الإطلاق الآن الخوف يا صديقي هو تطبيق صفقة الكرن بثوب جديد وأنا هنا أنبه بأن الآن الحديث يدور على الجانب الاقتصادي في صفقة الكرن اللي هي عبارة عن عدد 127 صفحة من 42 ألف واربعمائة أو ثمانمائة واربعة واربعين كلمة بالضبط أتحدث لك بالكلمات وبالتالي هنا الخطورة الآن يحولون الجانب الاقتصادي على الجانب السياسي وبالتالي نحن فلسطينيين هدفنا الأساس أولا وأخيرا حق تقرير المصير وأنا أشكر جلالة الملك عبد الله الثاني وأشكر وزير خارجية الأردن وأشكر الموقف الأردني الثابت مثل الفلسطيني لهذا السبب إذا كان المجتمع الدولي جاد في تحقيق الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني فليتفضل كش شي ما يمنع الآن اتخاذ مثل هذا القرار إقامة الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية فيما فيها الكتس الشرقية وقطع غزة لا يوجد خلل في ذلك لكن المجتمع الدولي حتى الآن للأسف الشديد وبالأخص الولايات المتحدة غير جادة في هذا الاتجاه وأكبر مثال على وزير خارجية أمريكا اليوم شو قال قال إنه السلام لا يمكن تحقيقه الآن بين الفلسطيني والإسرائيلي لأنه فيه توتر في داخل إسرائيل يعني في ذلك تشكيل الحكومة الإسرائيلية هذا هو الواقع الذي نعيش صديقي الحبي شكرا لك الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أستاذ القانون الدولي دكتور حنة عيسى كنت معنا من رمال ترجمة نانسي قنقر